اشتركوا في القناة منذ اكثر من عشر سنوات والهم بحمد الله هؤلاء المرضى يرون النور وكأنهم لم يكونوا فاقدين النظر يوما من الايام الناظرين الى النور بفضل القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير شكروا السيدة الاولى للبلاد هند ديبيت نو على تفانيها المتواصل من اجل وقوف مع المرضى القافلة الطبية التابعة لمؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع جميع العون المباشر لم تتوقف في الاج مرضى الايون في مدينة ماو فحسب بل تشمل جميع الامراض للذين جاءوا من مدن وقرى متاخمة لمدينة ماو وكذلك مرضى جاءوا من اقيم البحيرة ومدن مجاورة لها الدكتور صالح عبد السلام رئيس البيسة الطبية لمؤسسة القلب الكبير قال ان كل الامليات تجرى على قدم وساق وبشكل جيد وتقوم القافلة الطبية بتشخيصات اخرى والاج الامراض المزمنة والمستعصية التي يؤاني منها المواطنين بالاقليم كما تقوم مؤسسة القلب الكبير بتدريب القابلات والممرضات بحدث الاج امراض النساء والتوليد ومن الجدر بالذكر ان المرضى الذين حظوا بالالاج المجاني من قبل مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع جميع العون المباشر اغلبهم يؤانون في قلة النظر والامع كما وزعت لهم ادد كبير من النظارات الطبية اشتركوا في القناة